كنت تذكرني أن الكابتن الخطيب دهب لحضور مباراة اعتزال واحد من السودان أنا طبعا يعني الأرشيف كمال عبدالوهاب ووجوده في الملعب وهو بلبسه العادي فالجماهير قعدت تهتف بيبو بيبو فضطر أنه هو ينزل ويلف في الملعب عشان يرد تحية الملايين من الجمهور السوداني اللي ما لم يتوقف عن النداء على بيبو فهو أنبصر لكمال عبدالوهاب وقال لهم ده المكرم كرمه هذا فكانت يعني يعني هو مقلوق جمهوره في كل مكان وحرصه على أنه يتواصل مع النجوم المحترمة الكبيرة وخصوصا لما بيبقى في دولة شقيقة زي مع نادي طول عمره بتربطنا به يعني رابط خاصة زي نادي الهلال إحنا ليه بنذكر كل الكلام ده جماعة لأن ده ده الأساس ده الطبيعة ما يحدث مش طبيعي وعاديين ناخده في هذا الإطار وعاديين نرجعه إلى طبيعته لأن في ناس بتحاول تستدرجنا جميعا هنا وهناك أن تعامق عشان هم اللي يستفيدوا مش عشان لا الهلال يستفيد ولا الآل يستفيد ولا مصر تستفيد ولا السودان تستفيد كلنا لازم نبقى عندنا هذا الإدراك وهذا الوعي ونكون مسؤولين صحيين يا كابت لازم نبقى صحيين يا باشماندس وبإذن الله جمهور الأهل لازم نبقى صاحي وبإذن الله مش حاند دي فرصة الحد ياخد سلبية علينا هناك مرة أخرى من يحاول أنه يدس السم فيه مياه العلاخة بين الأهل والهلال أو مصر والسودان لو أنا مسؤول لازم أفكر بالطريقة دي أنت ممكن جدا حد لما أنت بتقول كده يحاول يستفز عشان تأتي بتصرف ربما المرعب ما حل لكش المشكلة ولكن التصرف ده اللي حلالك أنك تدي فرصة لحد يشتكيك يتلكك يعمل حاجة قد تسيء إلى الموقف بشكل يضر مصالح النادي الآن عايزين نبقى من زاوية حرصين على أشقائنا وحرصين على العلاقة ومن زاوية أخرى حرصين على مصالحنا أيضا قال لي سدرجنا أحد لتصرف زا كده ترجمة نانسي قنقر